الحياة الخبر الحزين بالرحيل المفاجئ للاعب مودرن سبورت أحمد رفعت الخبر هزل وسط الرياضي خاصة بعد أن تحسنت حالته باقينا بنشوفه في حوارات صحفية وتلفزيونية أحمد رفعت من 117 يوم بالضبط سقط في الملعب وتوقفت عضلة قلبه أثناء مباراة الاتحاد السكندري مودرن سبورت لكن تم إنقاذه في لحظاتها وده كان المشهد الرهيب وبعدين اتنقل المستشفى يعني وتم إنقاذه ورجع أحمد رفعت متعافي ابتدى يظهر ابتدنا نشوفه كانت له تصريحات لكن فجأة هذا الخبر الحزين برحيله يعني كان خبر مفاجئ ودي مشاهد من جناسته النهار ده كان خبر مفاجئ لكل الوسط الرياضي وهو لاعب ماهر جدا الحقيقة ويعني لما كان بيلعب كان له أهداف مميزة جدا سنتابع هذا الخبر ونفهم ماذا حدث لعضلة القلب هل كان فيه إجراءات معينة طبية كان لازم تتخذ ولا لأ ده اللي نحاول نسأل فيه الأطباء